اشتركوا في القناة موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وهادينا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما على ولي الله وحجته في أرضه إمامنا المهدي الموعود المنتظر روح له الفجة والسلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته درسنا في شرح زيارة آل ياسين هذه الزيارة التي هي من أجل الزيارات لإمامنا المهدي صلوات الله وسلامه عليه وفيها المفاهيم والمضامين عن عقيدتنا بأهل البيت عليهم السلام وبه روحي له الفدة أكملنا الفقرة الأولى أو فقرتين منها السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته السلام عليك يا باب الله وديان دينه لاحظوا أنه بعد كل سلام عادتان فقرتان مترابطتان مفهومان مترابطتان وعندما ننظر إلى زيارة الجامعة وما فيها من حقائق ومفاهيم وما فيها من صياغة تذكرنا هذه الفقرات بنوعية سبك وتعبير الزيارة الجامعة المروية عن الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه عرفنا معنى يا داعي الله عرفنا معنى رباني آياته وصلنا إلى السلام عليك يا باب الله وديان دينه باب الله الله يحتاج إلى باب للمسير إليه للذهاب إليه لطاعته للإيمان به يحتاج إلى باب قد يقال أنه هذا مفهوم الباب للتدين أن المتدين لازم يدخل من باب يكون مؤمنا بالله عن طريق أحد هذا من ابتكاركم أنتم اخترعتم الشيعة أنه الأئمة أبواب الله يجاب يقال لهم هذا كل الدين هكذا ليس منا نحن الشيعة أصل الدين الإلهي قائم على ماذا التصديق بنبي هذا النبي ما هو هو المدخل الباب إلى الله هؤلاء الذين يقولون نحن نتعامل مع الله بلا واسطة وبلا أبواب هؤلاء إما بدوا وإما جاهلون لماذا الذي يريد أن كمثال من باب التبسيط الأمر مثل واحد يريد أن يدخل إلى قصر ملك ويقول أنا ما أحتاج مراسم ما يحتاج أحد من أن يدلني أو شخص يريد أن يذهب في سفرة ويقول أنا ما أحتاج إلى دليل أنا مباشر أو عنده معاملة يقول ليش أنا أكتب إلى الوكيل والوزير أكتب للملك رأسا هذه تصورات ساذجة أن معرفة الله تدي لله عبادة الله تكون مباشرة من الإنسان من يدلك أولا نقول أن ما يقصدونه إذا قصدوا أنه بلا واسطة أبدا معناها أبطل الدين هذا محال الوهابيون الذين هم رافعين الرأي ضد الوساطة وضد أن النبي وأهل بيته أبواب الله هؤلاء هل هم متدينون بدون باب أبدا من باب عندهم أبواب محمد بن عبد الوهاب بابهم ابن تيمية بابهم إذن هم عندهم مدخل إلى الله كل ما قاله هذا يقبلونه ويقولون ليس معصوما لكن عمليا هو معصوم إذن من ناحية عملية لا يمكن للإنسان أن يعرف الله وأن يتعلم شريعته وأن يعبده إلا عن طريق يبلغ من يبلغه عن الله سبحانه وتعالى طيب لا بأس الذي يريد أن يلغي الوسائط هذه حالة بداوة أو حالة جهل الوسائط فيها لها أصول يعني الأنبياء والرسل لهم حقوق المعصومون الأئمة تعرف وجسدت وجسمت لأنك أخذت عن طريق غير أهل البيت عليهم السلام كيف تريد تعرف طريقك وشريعته إذا جهلت عقيدة التوحيد ووقعت في التجسيم والتشبيه إذن أنت أبعد عندما تريد أن تعرف صلاتك وصومك وبقية الأعمال ما يمكن ما يمكن للمسلم أن يعرف معالم دينه إذا أعرض عن أهل البيت عليهم السلام ما يمكنهم أبدا ويقع في ضلالات متنوعة أيضا في عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق رحمه الله المجلد الثاني صفحة تسعة الإمام الرضا ينقل حديث النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام يا علي أنت حجة الله وأنت باب الله وأنت الطريق إلى الله وأنت النبأ العظيم وأنت الصراط المستقيم وأنت المثل الأعلى يا علي أنت إمام المسلمين وأمير المؤمنين وخير الوصيين وسيد الصديقين يا علي أنت الفاروق الأعظم وأنت الصديق الأكبر أنت خليفتي على أمتي وأنت قاضي ديني وأنت منجز عداتي يا علي أنت المظلوم بعدي يا علي أنت المفارق بعدي يا علي أنت المحجور بعدي أشهد الله ومن حضر من أمتي أن حزبك حزبي وحزبي حزب الله وأن حزب أعدائك حزب الشيطان نحن في اعتقادنا أن النبي صلى الله عليه وآله ما قصر في تبليغ ولاية أهل البيت عليهم السلام لما سلطة تأتي تريدون أن السلطة ورواتها يرون هذه الأحاديث لا ما يرونها ما يرونها لما السلطة هي جاءت بالقهر والقوة وبايع وإلا أحرقنا عليكم البيت أحرقنا عليكم أحرقناكم تريدون منها أنه تشهد لهم وتروي أمثال هذه الأحاديث ما تروي هذه نعم نحن رويناها ونعتقد بهذه الأحاديث نعتقد بأن الإمام المعصوم إمام من الله عز وجل عنده مواريث الأنبياء عنده إمام رباني لم يتعلم الآن تعالوا هذا هؤلاء أمثنا عليهم السلام وين درسوا ليس لهم أساتيذ هم أساتيذ أم سلم تقول أن النبي صلى الله عليه وآله وكلني بفاطمة وكانت بنت ثماني سنين ووكلني فيها حتى أنا أكون أرعاها يقول والله محتاجة أن أعلم هذا شيء تعرف أكثر مني تعلم أعلم مني وأعرف مني محتاجة أن أعرف بشيء أنا أتعلم منها هؤلاء علمهم رباني هؤلاء لا يقاس بهم أحد صلوات الله وسلامه عليهم إذن عندما نقول للإمام المهدي سلام الله عليه يا سيدي أيها الغائب الحاضر في القلوب أيها المذخور في غيب الله يا من حجبك الله عن عباده أنت والخطر وهذه المنظمة من جنود الله من الأبدال من الملائكة تقومون بأدواركم في المجتمع البشري يا سيدي أنا أشهد أنك باب الله باب الله يعني معرفتك غاجبة علم جدك عندك يقولون طيب كيف ما ننتفع منه نحن اللي وصلنا لوصلنا منهم هذا مكلفين به ما لم يصلنا لا نكلف به لماذا غاب الإمام لسنا نحن الذي غيبنا الذين غيبنا هذا إشكالكم على رب العالمين ليش انتهى الإسلام ليش موت النبي صلى الله عليه وآله ليش ما عمم الإسلام إلى العالم ليش ما عمل كذا ليش ما عمل كذا ليش ما قال كذا هذه أسئلة يسموها افتراضات الله عز وجل عنده هدف في هذا المجتمع البشري يترك مجالا للضلال حتى ولو سيطر الضلال لو سيطر الضلال وقضى على كثير من الحق الله يضمن أن يبقى الحق وأنه لا بد يوما أن ينتصر هذا الحق وأن يعم عدله العالم أما ما سوى ذلك يقول للنبي أنت عليك البلاغ أنت بلغهم من بعدك ماذا يريدون أن يفعل وتركهم يعني في قوانين الله عز وجل منذ أسكن آدم في الأرض وكون مجتمع من أبناء آدم في قوانين أنه يترك مجالا للضلال لازم يكون إمكانية الإنحراف مساوية لإمكانية الهداية يمكن مثل ألهمها فجورها وتقوها يا ربي ليش تلهمني الفجور ألهمني بس التقوى يقول لابد من صراع بين الفجور والتقوى في الدنيا خير وشر في الدنيا مصادر للشر ومصادر للخير لابد من الصراع ليش ما جعل الأنبياء حكام على الأرض وأقام فيها العدل من الأول لا لازم تكون مرحلة ويسمح فيها للضلال البشري للظلم حتى ولو سيطر الطغاة يسمح به قوانين خلت تم يتم الأمر بوفق هذه القوانين مرات ينتصر الأنبياء مرات ينهزمون مرات ينتصر الإنسان لابد من معاناة وصراع مرحلة صراع المجتمع البشري لابد أن تستمر إلى أن يأتي الوقت الذي يظهر فيه وليه المذخور الموعود ويقول يا أهل الأرض كفى ظلما خلاص من الآن فما بعد ما أسمح بالظلم ولابد أن يكون العدل هو الحاكم والظلم والظلال والمعاصي تكون موجودة ولكن تكون محكومة إذن نحن نعتقد بأن الإمام المهدي روح له الفدة هو الآن باب الله في أرضه حتى لو أغيبه الله وأخفاه عن أبصار الناس هو يعمل له برنامجه ومهمته نحن أيضا لنا تكليفنا لنا تكليفنا أنه ما وصل إلينا من الدين عن آبائه الطاهرين عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن نطبق وأن ننتظر هذا الموعود هذا الموعود الذي وعد به رسول الله ووعد به الأئمة عليهم السلام كلهم نحن نؤمن به إذا ظهر ننصره هذا معنى نؤمن به وننتظره ونعتقد أنه باب الله باب علمه هو العلم عنده علم النبي موارث الأنبياء كلها عنده العلم كله عنده الذي يريد من علم رسول الله صلى الله عليه وآله يأخذ قسم من علوم أهل البيت خرجته وصلت إلينا وقسم بعدها عند الإمام المهدي سلام الله عليه لابد أن يخرجها ويظهرها السلام عليك يا باب الله هذا معنى الرجوع إليه في تلقي الدين السلام عليك يا باب الله أيضا باب الله أن أعمال كلها ينظرها ويجب أن تكون مرضية عنده وإلا ما ترفع إلى الله كيف نحن نحول نحن نرسل مثل اللي يرسل إيميلات لكن هذه الإيميلات تصل إلى مكان في مركز مراقبة قبل أن تصل إلى أصحابها أعمالنا صلاتنا ما ترفع إذا لم يرضى هذا هذا حاكم في الأرض حتى لو لم يكن تكن حكومته لنا معروفة حاكم الإمام المهدي باب الله نعم باب الله باب الله عز وجل الذي منه يؤتى الله يعرف عن طريقه نعرفه كما يعرفه الإمام المهدي كيف يعرفه كما يعرفه أجداده هو ليس بدعا من الأيام عليهم السلام نعم عنده تفاصيل إذا ظهر يظهرها أكثر للعالم ودوخ العالم بهذا العلم الجديد اللي يظهر من القرآن من الوحي مما ألهمه الله سبحانه وتعالى إذن مودته الاعتقاد به فريضة بدون الاعتقاد به باعتقادنا ما تقبل أعمالنا بدون رضاه ما ترفع بدون الصلاة عليه لا يرفع دعاء عندما يروي القاضي عياض وغيره وغيره والبيهقي ويصححه عن عمر بن الخطاب أن كل دعاء من أهل الأرض ما يرتفع إلا بالصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله أهله من هم أهله في اعتقادنا مصطلح هؤلاء الاثنى عشر الإمام والزهراء سلام الله عليه هؤلاء آله إذن لابد للدعاء أن يكون مختوما بالصلاة على هؤلاء حتى يرتفع بعد من معاني أن الإمام باب الله سبحانه وتعالى أنت إذا طلبت منه تطلب من الله يا سيدي ومولاي أنا أريد منك يعني باعتبارك شفيع إلى الله سبحانه وتعالى يقول هؤلاء الجهل تعبده ما تعرفون ما يعرفون ما يفهمون ما يفهمون أنه من التوحيد أن نطيع الله عز وجل فيما أمر هو أمرنا هو قال أنه هؤلاء من بعد قال أنهم أبواب الله قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة قال وقت البيوت من أبوابها وهذا بابها فإذن الوضع الطبيعي توحيد الطبيعي الخالص للإنسان أن يطيع الله أما يجي إذا الله عز وجل أمرك إذا إذا حاكم عم ما أمرا قال كل من أراد أن يلتقي بي عن طريق فلا واحد قال لا أنا ما أريد عن طريق فلا أريد مباشرة يعتبر مخالف مخالف لهذا الحاكم هذا هو إن في إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي كلها أنا ما أريد وصائط أريد أن أدعو الله مباشرة أن أعبد الله مباشرة أن أأتي الله مباشرة يقول له روح جرب جرب لكن الله أمرنا لماذا يقول النبي صلى الله عليه وآله قل إن كان لله ولد فأنا أول العابدين إذا الله يقول لي أعبد ابني هذا ابني وعبده خلاص بدون قيد شرط التوحيد أن لا تضع شروطا هلوهابين يضعون شروطا هذا ليس توحيدا يقولون لا إلا مباشرة يحذفون الواسطة نحن نقول كما يأمر الله يأمر نبي واسطة واسطة يقول هذا بابي هذا باب مدينتي نحن رسول الله قال إذن نحن نأخذ العلم من علي وأولادي عليه سلام الله عليه نأخذ مذهبنا من علي ومن أبناء عليه حكم الشدعي نأخذه من علي ومن أبناء عليه هذا طبيعي الإمام الموجود منهم التاسع من ذرية الحسين عليه السلام الذي وعد به رسول الله وسما وقال أنه يمد الله في عمره حتى لو طال عمره حتى لو استمر حتى لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم الله يطول ذلك يوم لا تخافون لا تصور أنه لا رح تنتهي الدنيا وما يظهر هذا لن يكون لابد أن يظهر نعتقد أنه هو وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وهو الإمام الثاني عشر وهو المذخور وهو باب الله الذي لا يقبل العمل إلا برضاه بعد نعتقد أن له دهورا في إدارة الحياة على الأرض كيف دورا يعني إله نعوذ بالله نقول أنه النبي وأهل البيت عليه السلام عباد لله مخلوقون مربوبون لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا هذا المخلوقون مربوبون بالكامل وفي نفس الوقت نقول أن الله عز وجل أعطاهم مقامات عظيمة وأعطاهم كرامة أكرمهم وأعطاهم دورا في إدارة الأرض لماذا الله ما يقول وما نقم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله ورسوله الله أغناهم رزقهم ورسوله أيضا أغناهم يقول لمن الإمام الحسين عليه السلام جاء لعمر قال انزل عن منبر أبي قال له واذهب إلى منبر أبي قال أبي ما عنده منبر وقال له وهل أنبت الشعر على رؤوسنا إلا أبوك رسول الله إذن يعرفون أن الرجوع إلى رسول الله وأهل بيته ليس عبادة وليس شركا لما نعتقد أن الإمام المهدي سلام الله عليه له دور في إدارة المجتمع البشري في إدارة الأعمال الله عز وجل يقول وقل أعمله فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون من هم المؤمنون الذين يرون عملنا المؤمنون لا إما المؤمنون الآن حج فلان وأبو فلان يرون أعمالنا لا فلان يرون أعمالنا لا الباكستانيين المصريين غيرهم من الذين يرون أعمالنا الله قال يرون أعمال البشر يعني لهم مقام تعرض عليهم أعمال البشر في الدنيا وفي الآخرة هؤلاء هم فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون يعني الأئمة من ذرية الرسول صلى الله عليه وآله وأبوهم علي أمير المؤمنين سلام الله عليه كيف يرون أعمالنا طيب وهم عند ربهم يرون أعمالنا هذا الحي يرى أعمالنا كيف يعني تقرير أسبوع ما عرف الله مرتب منظم إذن هو باب الله في أرضه لأنه يرى أعمالنا أيضا باب الله في أرضه لأنه هو نور الله في أرضه هذه البيوت التي جعلها الله عز وجل جعل فيها نور في أرض مثل نوره كمشكات وفي بيوت أذن الله أن ترفع وكيف تتنزل الملائكة عليه كيف يدير الأرض يعني جعلته أعظم من الملائكة نحن نقول أنه نعم أولاد آدم المؤمنين كلهم أفضل من الملائكة ما بالكم ما دمتم تقبلون أن تكون أن يكون الله عز وجل يوكل بالمطر بالرزق بغير أشخاص الملائكة لماذا لا تقبلون أن يوكل فيها الناس ثم ماذا يوكل بها الناس وأنتم بهم يرزق الناس بهم يغاث الناس بهم ينصر الناس بهم تأخذون مقامات أهل البيت وما أعطاه الله لأهل البيت تضعونها للأبدال ولجماعة بعضهم تعبانين تعطونهم هذا المقام وما تقبلونه لأهل البيت عليهم السلام نعم نحن نعتقد أن الإمام المهدي روحي له الفداء هو باب الله في الأرض الذي يريد علما لازم عن طريق وطريق أجداد الذي يريد قربا إلى الله معرفة الله سبحانه وتعالى طريق وطريق أجداد عندنا أيضا بمستوى آخر من المعرفة بمستوى آخر من المعرفة الروحية حتى لو كان محجوبا عن أعيوننا الشمس إذا حجبتها الغيوم ما تغير تأثيرها وليتغير فاعليتها ونحن نعتقد أن الإمام الغائب روحي له الفداء له أدوار في أنفسنا في المجتمع البشري يعطيه الله عز وجل دوره في الكون وفي إدارة الناس وحتى لو كان شمسا حجبها عن السحاب هذا ما يقلل من مكان كيف نحن ما نعرف نحن أمور عادية ما نعرفها ما نعرف خلايا بدلنا كيف تعمل ما نعرف نظام أبصارنا ما نعرف هضم الطعام كيف يتحول إلى طاقة كثير من الأمور ما نعرفها نحن يجب أن نعترف بقصورنا وأن هذا الإمام روحي له الفداء هو نور الله في أرضه هو باب الله في أرضه ومعه منظم من الملائكة والخضر ويقومون بأدوارهم صلوات الله وسلامه عليهم السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته السلام عليك يا باب الله وديان دينه ديان دينه متى الحاكم بدينه الذي يطلب من الناس الوفاء بأنهم مدينون لله عز وجل ديان دينه الآن بمعنى ديان دينه وإذا غهر سيكون ديان دينه وسنبين ذلك إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مولا يا مولا يا مولا قال النبي فداك أبوك يا زخرا يا زخرا إن هدت البرا يا بنوك يا زخرا يا زخرا يا من رضال أبنا من رضاها يا زخرا يا زخرا يا زخرا يا زوجة المرطة ضاق علاها يا زخرا يا زخرا يا زخرا سيدتي إنك خير نسائي يا زخرا يا زخرا يا زخرا يا زخرا يا زخرا